اشتركوا في القناة احنا سهلا فيك انتشر كتير بالقاونة الأخيرة عم نسمع رجيم اللبن والتمر هلأ من ناحية صحية خطر ما تستخدموه بالضبط خلينا نعرف ليش ليه هلأ الأول شيء اللي خلى هذا الرجيم ينتشر أكتر كمان رندع إنه نحن بنعرف قدي التمر من الأغذية الكتير صحية واللبن من الأغذية الكتير صحية لكن هل هذا يعني إنه تناولهم فقط هو الصح؟ أكيد لا وهذا المشكلة اللي صارت الناس عم تنشره أكتر مثلا ومستساغي يعني الناس بتحب طعمة التمر وبتحب اللبن أو الحليب فصاروا عم ياخدوه أكتر ويتبعوه بهدف طبعا دايما هدف الناس النزول السريع لكن هذا له أطار جانبية أكتر لازم نركز كتير دايما إنه هذا الرجيم اللي أنا عم بنزلني كتير بسرعة شو عم بنزلني؟ وقدي فيني أستمر فيه يعني سواء الرجيم التمر واللبن أو الرجيمات اللي كتير عم تطلع دايما اسألي حالك لتأكد إذا هذا الرجيم صح أو خطأ هل أنا بقدر أمشي على هذا الرجيم لفترة طويلة؟ إذا كان جوابك لا يبقى هذا الرجيم خاطئ هل هذا الرجيم باعتمد على النوع واحد من الأغذية؟ إذا كان جوابك صح يبقى هذا الرجيم خاطئ إذا كان الرجيم عم يمنعك من مجموعة أكل يعني مثلا عم يمنع الحليب بمنع إشي هل هو الرجيم صح؟ طبعا لا فهذه الثلاثة أشياء أساسية دايما بتقيم الرجيم هل بقدر أتبعه أو لا؟ واليوم نحكي أكتر عن التمر واللبن كتير منيح هلأ نحن عادة اللي بياخدوا هذا الرجيم بينزلوا شوية وزن أوكي؟ شو لكان الوزن اللي بنزلوه؟ أوكي هلأ اللي بيصير رندا إنهما لما عم بيتتبعوا هذا الرجيم بيكون فيه تقليل كتير للسعرات الحرارية فهو مش التمر واللبن كيميائيا زي ما مثلا الناس عم بيتفكر هو اللي عم بيقليلهم الوزن هو مجرد تقليل السعرات الحرارية لكن تقليل السعرات الحرارية بطريقة خاطئة وفجأة مرة واحدة بتخلي الجسم يروح للإشياء السريعة ودايما الإشياء السريعة بتخفيف الوزن مش الدهون الإشياء السريعة بتكون على حساب العضلات وعلى حساب المي والسوائل الموجودة بالجسم خاصة إنه مثلا رجيم التمر واللبن فيه نسبة ألياف كتير عالية وهاي بتخلي عملية الهضم والإسهال أكتر فهو عم يفقدوا مي أكتر ما عم يفقدوا وزن عشانك أول ما يوقفوا هذا الرجيم برجع الوزن برجع وكتير مرات ناس بتقول طب أوكي بتتبعوا مثلا لثلاث أربع أيام بنزل السبعة كيلو اللي أنا عندي وبرجع بكمل رجيم عادي لكن برضو خطأ لأنه حتى بهاي المرحلة اللي أنت نزلتي رح ترجع ترجعي ورح يكون في ردة فعل عكسية وردة الفعل اللي مبارح شفتها مثلا على السوشال ميديا لما حطينا موضوع الحلقة على صفحة دنيا دنيا كان كل حد عم بيقول إنه جربوا أداخ جربوا يومين وما قادر يكمل فبدنا ننسبه لنوع الرجيم اللي احنا عم نتبعه أكتر من بس إيش نخفر أنا عم بضحك لأنه دانا عم بتقول رزان إنه مرات الناس بيكونوا يعني بتعلقوا زي ما بقولوا بحبال الهوى فواحدة بتقول أنا نزلت دخلت أنا دخلت الثاني بتقولها طبعا كم مكيلة مش مهمة دخل مش مهمة دخل لا نحنا بهمنا نحنا بهمنا كتير الصحة وحتى من خلال الفقرة اللي عم نعملها دايما غداءك صحتك كتير عم نركز إنه نغير للناس أسلوب الحياة نحنا مش قص بدنا ننحف بدنا ننحف يس لكن بدنا ننحف بطريقة صح ما يكون أطارها سلبية على جسمنا أوكي خلينا آآ بس أذكر إذا عندكم أي أسئلة لأخصائي التغذية رزان تقدروا تتواصلوا معنا دانر عم تاخد السوشيال ميديا ولكن خلينا نمشي خطورته وين بالظبط هلأ خطورته وين خطورته بتجي بالمكونات يعني رندة زي ما عم بتشوفه مثلا هو عادة بديع الرجيم إنه نحنا ناكل تمر وناكل لبن مع كل الوجبات وما ناكل أي شيء تاني سوى التمر واللبن هلأ إذا بدنا ناخدهم من ناحية قيمة غدائية أوكي التمر واللبن فيهم قيمة غدائية مثلا التمر فيه معادن كتير فيه سكر فيه ألياف كتير وخاصة البي فيتامينز لكن بنفس الوقت ما فيه كل شيء ونفس الشيء اللبن عم يعطيني بروتين لكن مش عم يعطيني إشياء تانية عم يعطيني كالسيوم لكن ما عم يعطيني حديد ما في فيتامين إي فمسلا بتلاقي الأشخاص اللي عم بتبعوا هذا الرجيم على طول بيصير فيه شحوب بالبشرة الجلد بيتشقق الشعر بيوقع فأنا بدي أزبط شيء وأخرب شيء أكيد لا فهي الأطار السلبية الأولى هلالإشي الثاني لو نيجينا بدنا نحلل هذا الرجيم وعشان أنا الناس دايما بتحب تشوف هذا الشيء قدامها حبيت اليوم أمثل لهم بالزبط شو اللي عم بيصير يعني لو إحنا بدنا نمشي على هذا الرجيم وأنا هون حطيت الحد الأقصى من السعرات هم عادتا بياخدوا سعرات أقل لسه لو قلنا بناخد 1500 سعرات حرارية بس من التمر واللبن ومناسمهم بالنص بأنها تكون 5 أكواب من اللبن و24 حبة تمر تقريبا هدول إذا منطلع على الورقة رح يفرجينا إيش تحليلهم الغذائي من أخطر الأشياء فرح نلاقي إنه مثلاً الخمس أكواب لبن رح تعطينا تقريب 57 جرام من السكر وإذا بدنا ناخد 24 حبة تمر اللبن فيه سكر هلقات؟ طبعاً فيه سكر هلقاء هو السكر اللي فيه بيتحول للكتك أسد فبيكون أخف من الحليب لكن هو لسه فيه سكر والتمر خاصة لما الكمية بتكبر يمكن أنت لما تاخدي كاسة ما رح تعطيكي كثير لكن لما تكون 5 كاسات رح تكون أكتر والمشكلة الأكبر بالتمر لأنه لما أنت رح تاخدي 24 حبة تمر على الأقل ومرات بخلصوا 12 حبة بوجبة الفطور لحالها عم بتكوني عم تاخدي تقريب 612 جرام من السكر سوري 216 جرام من السكر نجمعهم مع بعض هدولي عم يساووا 273 جرام من السكر بدي أقرب لكم ياها بإيش أنتوا بتفهموها أكتر 273 جرام من السكر تساوي 55 معلقة سكر باليوم يعني أنت متخيل أنك أنت عم تاخدي 55 معلقة سكر باليوم إذا دقمت لكم ياها أكتر بتشوفوها قدامكم هدول المكعبات كل مكعب عبارة عن معلقة سكر فعنا 55 مكعب سكر يعني هاي الكمية اللي أنتوا عم تاخدوها كسكر لحاله من هذا الرجيم فقط وهذا اللي بيأدي لدوخة لأنه يا إما بيكون ارتفع السكر كتير وبعدها برجع بنزل السكر مرة واحدة فهذا العدم التوازن بيأدي للدوخة والغتيان الصحن الجنبو شو هلا؟ الصحن الجنبو أدي إحنا نازم ناخد واحدة منهم إحنا يعني أم تم نستفيد التمر بمعدل الطبيعي يعني هدول اللي لازم ناخدهم الإنات ست معالي طبعا ليش الإنات بيختلفوا عن الذكور؟ لأنه نحن ناخدها نسبة من السعرات الحرارية فإذا كانت مثلا نسبة الإنات بتاخد 1500 أو 2000 سعرات حرارية بيكون بدها ستة إذا كان الذكور بياخدوا 2000 أو 220 بتعلى لأنه بتكون نسبة من السعرات الحرارية اللي بيتناولوها فأنتوا عم تاخدوا هدول بينما أنتوا محروط تاخدوا فقط هذا إذا كنتوا ينعطوا فقط ست معالي من السكر وهي الستة مقارنة بالألفين سعرات حرارية أو 1800 فلسه إذا عم ناخد 1500 لازم ناخد أقل الستة وهون قدي بالتانية؟ التسعة لا والذكور خمسة وخمسين معلقة أخد ست معالي عم بأخد خمسة وخمسين معلقة سكر عشان هيك بدوخوا؟ طبعا طبعا هلأ عم بدوخوا أول شيء أنا عم بينقصهم كتير عناصر غدائية تانية بنفس الوقت عم بياخدوا كمية سكر كتيرة زيادة السكر زيادة عن اللزوم بتأدي لردفع العكسي وممكن يرتفع السكر مرة واحدة هلأ ليشي التاني كمان إنه لما إحنا عم نتبع هذا الرجيم لفترة طويلة ومرات حتى لو فترة قصيرة ومنرجع من خرب لأنه عادة الناس اللي بتتبع هذا الرجيم بتلاقيها بتخرب برجيمات تانية فهو فيه اعتياد إنه نحنا نستعمل الرجيمات الخطأ هلأ هاي الخربشة بالسكر مع الخربشة بالدهون عم بتخلي السكر يظل يطلع وينزل وطبعاً من بيطلع معه هرمون صديقه اللي هو الإنسلين فبدأ الإنسلين يطلع وينزل هل هذا النزول والطلوع والخربشة هاي رح تعمل خربشة أكتر بالجسم أولاً بتأثر على عمليات الأيد وبصير الجسم ما يعود ينقص بعديها بنفس الوقت بتخلي عرضة للسكري وعرضة لمقامة الإنسلين اللي هي ما قبل السكري يعني قبل ما يسير عنده السكري بصير عنده مقامة إنسلين هلأ مقامة الإنسلين بتخلي عرضة للسكري أولاً وبتخليه ما ينحف بعدين عشان هيك بتلاقيهم نحفوا بسرعة وبعد هيك ما عادوا نحفوا أبداً لأنه مقامة الإنسلين بتمنع حرق الدهون أكتر وبتخلي الشخص ما ينحف أكتر كمان يعني زي بدأ حط حالي أنا رزان محل الأشخاص هلهم ليه بيلجأوا لهالريجيم إنه أنا بس أنحف كم من كيلو بتشجع فبكم الرجيم بس أنت المعلومة اللي حكيتيها لا يعني بتخوف إنه إذا نحفتوا بهاي الطريقة ما رح تستجيبوا على الرجيم الصحفي أو على طريقة حياة صحية فمن هون يعني لازم إحنا نركض على بداية وفي شي تاني كمان رنداء إنه ليه أوضعنا إحنا ليش عم ندوح لأشياء غير إنسانية أنا بعتبر هده الرجيم الرجيم ليش إنساني يعني لأنه إحنا موجودين لناكل كل أنواع الأكل لما أنا العيلة عندي عم تاكل ورق دوالي وأنا حطة تمرتين وكاسة لبن ليش العذاب ليش العذاب وليش إذا أنا كان فيني هدول الألف خمسمائة سعر حرارية أوزعهم على أكل طبيعي يعني مثلاً لما أنت عم تاخدي كوب اللبن اللي عم يعطيني تقريب 150 سعر حرارية مع سبع حبات تمر اللي كل حبتين عم تعطيني 60 فأنا عم باخد خمسمائة سعر حرارية من كاسة لبن وست حبات تمر بينما أنا بقدر أخد سندوية شت لبنة وأشرب معها كاسة حليب وما أكون تعديت وخمسمائة أحط في أخيار وبندر وشي إنساني استمتع بالطعم استمتع بالطعم عن جد لأنه إحنا بالنهاية ما بدنا نلجأ يعني كثير الناس عم تلجأ هلأ لا شو الأدوية اللي بتنحف ما بدنا نوصل لمرحلة لأنه إحنا صحنا الغداء تبعنا عبارة عن حبة فيتامين إي مع حبة كالسيوم مع قطعة ألياف لا نحنا بدنا نأكل بالنهاية نحنا لازم ودائما امتصاص الأكل والاستفادة منه بتكون أكتر لما بيكون مع إشي تاني طيب رزان عندي سؤال يعني أول ما أنت إلا السوشيال بيديو إنساني الكل بعرف هلأ ليه الرجيم صار بفكر فيه إنه التمر مفيد ولا بن مفيد صح أدي مسموح لنا إنه نستفيد من التمر يعني كعدد حبة تناخد الفائدة بدون ما ناخد السكر بل صح هلأ نحنا لما منقول بدنا نقسم السكر على سعراتنا الحرارية اللي هي ما تتعدى العشرة بالمية كسكريات بسيطة السكريات بسيطة اللي هي السكر بالفواكه السكر بالتمر أو السكر المنضيفه على الشاي عادة نحنا منحط التمر مع الحصص من الفواكه فعادة نحصص الفواكه من حصتين لثلاث حصص يوميا كل حبتين تمر تعتبر حصة غدائية كل حبتين تمر فيهم ستين سعر حرارية فأنتي إذا أخدتي ست حبات تمر بتكوني خلصتي الحصص الغدائية تبعتك من الفواكه فدائما نحنا منقول ممكن ناخد حبتين تمر مع بردقانة مع تفاحة منكون شكلنا كمان يعني هون مثلا أخدت معادن أخدت ألياف أخدت سكر بالبردقانة أخدت فيتامين سي بالتفاحة كل ما شكلنا كل ما أخدنا أكتر أخدت سكر بالحبة؟ أخدت معلقة هلأ مثلا بالحبة بالحبة إذا تنتين في يوم 30 في يوم 15 ممكن تكون 5 إلى 7 يعني مكعب لمكعبيا بكل حب التمر آه خلص يعني إذا أخدت أنتين أخدت نص السكر أو تلتق بالزبط اليوم اللي أنتي بحاجة لأيه أكتر مياحة فيه كمان رزان عم بتقولي ناس هلأ هو خطير للكل ولكن فيه ناس يعني يمنع من عن باطن يعملوا صح مين طبعا؟ الاشخاص عندهم سكري أكيد لأنه هاي اللخبطة بالسكر وخاصة سكريات بسيطة أكيد رح تأثر عليهم حتى لو عم يأخذوا إنسولين وحتى لم يأخذوا حبوب لأن أهم إشي بالسكر تنظيم السكر بالدم وخاصة السكريات البسيطة ما تتعدى الكمية المسموح فيها اللي هي العشرة بالمئة زي ما قلنا كمان هلأ الأشخاص اللي عندهم أمراض كلا أو كبد كمان بتأثروا لأنه نسبة البروتين عندنا عم بتكون مختلفة والجسم صار عم يستعمل البروتين للطاقة ومش عم بتكون كافية كمان كمية البروتين فالأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلة أو بالكبد ممنوع من عند باتة أبداً يستعملوا هاي أنواع الرجيمات يعني ورح حتى يجربوها الحوام الأكيد طبعاً ممنوع الأطفال والأشخاص الصغار ممنوع والسينيور زي الأشخاص اللي كبار بالعمر ممنوع يعني مين بإيه؟ مطلق حد مطل حد مثلاً الأشخاص العاديين التين ايجرس بس برضه كما أننا بمرحلة عم نقول نحن نقول ممنوع يعني لا يفضل أبداً خاصة أننا نحن في بدائل يعني فينا نحن ننزل الخمسة كيلو اللي نحن عم نعملهم باتباع الرجيم صحي طبيعي وبقدر أستمر عليه للأبد من الإشياء الغير طبيعية في هون عم بقرأ لما أنت حطيتي البوست التعليقات فاطمة بتحكي أنا نزلت ثلاثة كيلو ورجعت زدت خمسة كيلو حكي فاضي بالضبط فهذا اللي أنت عم تحكي عنه وشوكراً لك فاطمة لأنك عم بتشاركينا بهذه الأشياء لأن الناس عم تركز على الثلاثة وبتنسى أنه هي رح ترجع تزيد لأنهم معي سوائل وعضلات برجعوا بطلعوا تخيلي كلها العذاب رح يرجعوا يطلعوا فوقهم أكتر في عنا هون ممكن سؤال شو رأيك برجيم اللقيمات بتكون خمس لقيمات بتكون صحية أو دهنية مع وجبة واحدة باليوم أوكي هلأ نفس الشي طبعاً هي اللقيمات أو اللقيمات هي عبارة عن سكر أصلاً كمان وعجين فسكر وعجين ومقلية فلسنا عنا كما هي هيك الأكلة هي بتج... إذا كنت أنا طبعاً عباحكي صحينا بتذكرها من دبي اللقيمات هي زي العوامة بس أكبر شوي حجمها فهي عجين ومقلية فعجين وسكر بس طبعاً هذا الدايت ليش بيطلع رندق أو هاي أنواع الدايت كيف بتطلع لحبنا لهاي الأشياء يعني أنا ممكن هلأ مثلاً أخترع رجيم رجيم الآيس كريم إنه فيكم بتاكلوا شو ما بيدكم بوزة ورح تنحفوا ألا فعلاً رح تنحفوا والبوزة زاكية فهون عم بتسير الناس تمشي وراء هاي السرعات بالرجيمات بهدف تخفيف الوزن وهي فعلاً بتخف لكن اللي خففك هو تقليل السعرات لكن أكيد مش بطريقة صح ورح ينقصك كتير فيتامينات ومعادن وإشياء عناصر غدائية الكل بيحكي إنه بده يعمل هذا الرجيم فأتوقع بعد بعد الحلقة اليوم أظن معيّر لأيهم وبالصرف مثلاً الرجيم العنب إنه تقعد ثلاثة أيام على العنب نتذكر برضو طلعت فترة يعني خلينا دايماً إنتي لما شبهتيها رازان كتير حبيت إنه إنه هدول السعرات رح أخدهم بس وأنا عم باكل لبن وتمر غصبت عني ومش مستمتعة وممكن أكون عم باكل الأكل باحبها ونفس السعرات الحرارية لسه مع خائد والإشي كمان الأخير اللي حق رح أضيفه إنه إحنا لو أخدنا هذا الرجيم عشان ننحف الدولة الخمسة كيلو عشان شو عشان بدي أكون أحلى عشان بدي أكون شكلي أزبط وكسمي أزبط لكن أنا بهاي الطريقة أول شي مش عم بزبط كسمي لأني عم بنزل مي ويجي رح يصير شاحب ورح يصير فيه جفاف بالبشرة وشعري عم يوقع فأنا ليه أعزب حالي واصلح أرجعهم إذا نقلة المكونات الغذائية الثانية رح تأخذ تخرب الشعر والبشرة طبعا عدم وجود المكونات أكيد خاصة فيتمنين ما في أوكي شكرا رزان شكرا للمعلومات الحلوة